عندنا مواكع في غاية القوة في نصف نهاية كاس مصر قبل المباراة المصري قلت لحضراتكم ناس كتيرة بعتتلي معظمهم ما بيشجعوش النادي الاهلي قالوا لي مبروك عالدوري والكلام اللي حضراتكم وحذرت من خطورة وصعوبة مباراة المصري ولكن النهاردة برضو بعد مباراة زمالك وبيرميدز ولما تيجي تتكلم فنيا عن مباراة زمالك وبيرميدز هي مباراة صعبة ما بين الفريقين في النهاية خلينا أقول برضو أن أحمد الشناوي حارس مرمى متميز أحمد الشناوي حارس مرمى متميز شال كورة في الدقيقة 119 ولا 120 كان من الممكن أن تخلي الزمالك يكسب كنت ستبقى نتيجة 2-1 غالبا يعني فأحمد الشناوي أدى مباراة رائعة خلي بالك برضو أحمد الشناوي كان عليه هجوم كبير جدا من بعض من لا يشجع نالي خلال الفترة الأخيرة بعد مباراة الأهلي فأحمد الشناوي ده شفته النهاردة أدى مباراة استحق أنه يكون نجمة هذه المباراة أيضا حتى يمكن الكابتن عادل طعيمة لما كنتم تكلم معه بره اللي هو حيكون ضيفي إن شاء الله في الفقرة القادمة قال لي محمد حمدي برضو أدى مباراة هيلة محمد حمدي الباكليفت بتاع نادي بيرامدز هتكلم مع كابتن عادل في هذا الأمر أيضا رمضان صبحي بالمناسبة قدم مباراة كوائسة جدا ما عنديش مشكلة إن أنا أتكلم من الناحية الفنية عن الطموح طموحهم كان كبير في هذه المباراة من الواضح أن طموح لاعبي بيرامدز كان كبير في هذه المباراة وعايزيني يوصلوا للمباراة النهائية وينتظروا الفائز من الأهلي واسموها بكرة عشان كده أنا بقول لحضراتكم مباراة بكرة مباراة صعبة مباراة تحتاج تركيز 100% مباراة كابتن طريق العشري حضراتكم شايفين اللي بيحصل ما بين الكابتن طريق العشري وما بين المهندس فرج عامر المهندس فرج عامر لا يريد وجود كابتن طريق العشري في نادي سموحة وكابتن طريق العشري بقية أعضاء مجلس الإدارة بيقولوا أنه هو يستحق أنه هو يكمل فبالتالي كابتن طريق العشري عايز يوصل نهائي الكاس من خلال النادي الأهلي يعني لو كسب الأهلي هيوصل نهائي الكاس من خلال النادي الأهلي إنه هو يكون كسب النادي الأهلي وحيلعب المباراة النهائية أمام بيرامدزلو فده تفكير كابتن طريق العشري خلال الفترة اللي جاية فكل وكابتن طريق العشري من المديرين الفنيين الكبار والأكفاء الحقيقة مهما كانت الظروف أيضا سموحة تعادل مع النادي الاهلي في مباراته في الدور اللي كانت من اسبوعين ثلاثة فتعتبر دي المواجهة التانية في اقل من شهر المواجهة الاولى انتهت بالتعادل السلبي والكابتن الهاني سليمان زي ما حضراتكم فاكرين وانا هنا بطالب لعب النادي الاهلي ان هم يكونوا واخدين بالهم بكرة من الست ثواني بلاش كل شوية تعمل ستة اسلام بقى بحاضر الست ثواني دول من حقك كلعيب كرة وانت واقف في الملعب لما تعد ألف وواحد ألف واثنين وانت واقف ما بتعملش حاجة ألف وثلاثة لان الكابتن هاني سليمان بيمسك الكرة اكتر من ست ثواني المبارات سابقة امام النادي الاهلي ضيع او مسك الكرة ستة عشر ثانية ده كابتن ناصر عباس اللي قال الكلام ده وانحنا عدناها مع حضراتكم هنا فبكرة لعب النادي الاهلي يبقوا اخدين بالهم من ان الكابتن هاني سليمان بيمسك الكرة اكتر من ست ثواني اللي هي المسموح بيها مين حكام المباراة شباب جبتولي حكام المباراة حطهم لي على الشاشة طيب يلا فبكرة كابتن طريق مجدي طيب هتولي كابتن طريق مجدي طيب عشان نكمل كابتن طريق مجدي حكما للساحة كابتن يوسف البساطي حكم مساعد اول كابتن هاني عبد الفتاح حكم مساعد تاني كابتن عاطف حسين حكم رابع كابتن سيد شعبان حكم فار كابتن شريف عبد الله كابتن شريف عبد الله فار مساعد طيب بسأل خير يا كابتن طارق يا مجدي حضرتك حتدير بكرة مباراة الاهلي واسموح كل ما نريده من حضرتك بمنتهى الاحترام والأدب والأخلاق هو لان هذه هي الطريقة اللي احنا دايما بنتكلم بيها يا كابتن طارق من فضلك ادينا حقنا كنادي اهلي ودي اسموح حقه لكن من فضلك ادينا حقنا يا كابتن طارق كابتن هاني سليمان بيمسك الكرة اكتر من ست ثواني لو سمحت يا كابتن طارق تبقى واخد بالك من النقطة دي يا كابتن طارق الوقت الضايع لو سمحت ادينا حقنا في الوقت الضايع ودي اسموح حقه في الوقت الضايع في اكتر من كده مش عارف الحقيقة مرة تانية لكابتن فريق النادي الاهلي بكرة ياخد باله من تضييع الوقت اللي بيعمله الكابتن هاني سليمان واتمنى ان الفيديو ده يوصل لكابتن طارق مجدي عشان يشوفه انا لا اطلب شيء كل اللي عايزه تحقيق العدلة التحكمية في مباراة بكرة لنادي الاهلي ولنادي اسموح والافضل فنيا في الملعب هو اللي يكسب هو ده اللي احنا عايزينه ومش عايزين نفكر فعق اخر ترجمة نانسي قنقر